خمسة وسبعون ألف لاجئ سوري يقيمون في مخيم الرقبان قرب الحدود الأردنية السورية طلقوا مساعدات إنسانية على مدار ثلاثة أيام مضت دور الأردن والية إدخال المساعدات يطلعن عليها التقرير التالي أول التصريحات الأردنية المتعلقة باللاجئين في شمال شرق المملكة وتحديدا في منطقة الرقبان كانت على لسان جلالة الملك عبد الله الثاني قبل ستة أشهر في مقابلة مع البي بي سي إذ تناول جلالته الموضوع من زاوية الأمن الوطني وضرورة خضوع اللاجئين والقادمين من مناطق تخضع لسيطرة عصابة داعش في الشمال السوري للتدقيق الأمني الجانب الأمني هو تأكد من أن الذين يعبرون الحدود لا ينتمون لداعش أو أي تنظيم إرهابي آخر هل لديكم دليل أنهم مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية وأنهم يحاولون العبور إليكم؟ إنهم يحاولون العبور منذ بدء الأزمة لكن الذين تشيرين إليهم الآن هم مجموعة مختلفة تماما موجودة في الصحراء الشرقية وقد جاءت من الرقة في شمال سوريا والحسكة وإلى حد ما من الجنوب الشرقي التصريحات الملكية التي عبرت حينها عن موقف الأردن الحازم إذا اللاجئين السوريين القادمين من مناطق تخضع لعصابة داعش الإرهابية اكتسبت أهمية فائقة بعدما شهده معبر الركبان الحدودي من هجوم إرهابي بسيارة مفخخة على موقع عسكري يقدم خدمات للاجئين في حزيران الماضي وأسفر عن استشهاد سبعة من منتسبي القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وعلى إثرها أولنت حدود المملكة مع سوريا ومع العراق منطقة عسكرية مغلقة هذا الإعلان قابلته تصريحات من عدد من منظمات الإغاثة الدولية تطالب بإدخال المساعدات للاجئين عبر المنظمات الإنسانية الجديد في ملف مخيم الركبان الحدودي هو ما حملته تصريحات ناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني لوكالة فرانس بريس بتلقي 75 ألف لاجئ سوري في منطقة الركبان 650 طن من المساعدات التي سلمت لشيوخ ومخاتير على الحد الفاصل واستعملت رافعات صغيرة لإدخالها لمسافة قصيرة وذلك كإجراءات احتياطية وقد راقبت وصول هذه المساعدات طائرات بلا طيار وذلك لضمان وصولها لمستحقها المومني أكد أن هذه المساعدات هي لمرة واحدة فقط وتكفي لمدة شهر ولن يتم تجديدها بأي حال من الأحوال ذلك أن الحدود الأردنية لا تزال منطقة عسكرية مغلقة ومطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إيجاد طرق لإيصال المساعدات للاجئين هناك وبما يعبر عن حزم أردني إزاء مسألة الأمن الوطني وتابعات الأزمة السورية ترجمة نانسي قنقر